أحياكم الله مع درس من دروس التفسير درسنا هذا اليوم استكمالا لما بدأنا فيه في الدرس الماضي وهو في الحديث عن الآيتين من سورة النساء الآية الثامنة والخمسين والآية التاسعة والخمسين وتحدثنا أن في موضوعات هاتين الآيتين عندنا عندة موضوعات فتحدثت الآيات عن أداء الأمانة وعن الحكم بين الناس وطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك هو خير في التحاكم بين الناس في هذا اليوم نستكمل ما بدأنا في الدرس الماضي وذكرنا أن الموضوع الأشمل لهذه الآيات هو منهج الحكم والتحاكم في الإسلام وبينا بأن معنى الأمانات المقصود بها ما يتعلق في الذمة من الحقوق سواء حقا لله جل وعلا وحق للنفس أو حق لخلقه نعمة أي نعمة الشيء الذي يعظكم به وأولي الأمر بينا بأن المقصود أنهم الأمراء وأهل العلم وذكرنا بأن معنى ردوه يعني أبذلوه أو أرجعوه إلى الله والرسول وأن المقصود بأحسن تأويل المقصود به أحسن عاقبة من الفوائد والأحكام التي اجتملت عليها أعياتين الكريمتين تحدثنا ذلك في حث على الأمانة ورعايتها وعدم التفريط فيها وذكرنا النصوص الواردة في عظم تأدية الأمانة قال الله جل وعلا أن الله مرك من تؤد الأمانات إلى أهلها وقال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من اتمرك ولا تخن من خانك وبينا بأن أول ما يفقد الناس في آخر الزمان من أمورهم هي الأمانة وذكرنا بأن الأمانة شاملة لكل ما يؤتمن عليه المرء سواء كان ذلك في الحقوق الشرعية المتعلقة بالله سبحانه وتعالى في حق الله مثل العبادات والفرائض التي أوجبها الله جل وعلا على عباده أو من حقوق النفس من حمايتها عن الضرر والقيام بأطرها على الحق وأمرها بالمعروف ونهي عن المنكر وبذل الإنسان ما يستطيع لإنقاذ نفسه من غضب الله جل وعلا وأن يعطيها ما أباح الله جل وعلا لها من حضوظ الدنيا كذلك تعلق الأمر بالمخلوقين وذكرنا بأن الحقوق المتعلقة بالمخلوقين تتنوع فمنها حق القرابة كالواردين والأولاد والإخوة حق الجيران حق المسلمين عموما حتى حق البهائم اهتم به الإسلام وأمر بإعطاء الحقوق والقيام بالأمانة التي أمر الله جل وعلا بها وبذلها لجميع الخلق وذكرنا أيضا في الدرس الماضي أن الأساس في الحكم في الإسلام هو العدل وأن الحكم إنما يقوم على العدل فبدون العدل لا تنهض المجتمعات ولا يمكن أن يأمن الناس لا على أنفسهم ولا دمائهم ولا أموالهم ولا أعراضهم ولذلك كان العدل مهما لجميع الأمم فجاء الإسلام فأكد هذا الأمر واهتم به فالله جل وعلا قد بنات تشريعات على العدل وهو العدل سبحانه وتعالى وذكرنا بأن العدل هو ما يناسب كل شخص بحقه أو بذاته بمعنى لا يلزم أن يكون ما يناسب شخصا يناسب للشخص الآخر فما يدعيه دعاة المساواة في الحقوق بين الناس جميعا أو بين الذكور والإناث هذا ليس له أساس من العدل وإنما العدل هو ما اختاره الله جل وعلا لعباده حيث أنه هو أعلم بما يصلحهم وبما يصلح لهم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولذلك نجد أحيانا في بعض الفرائض نجد فيها تمايز بين أفراد المجتمع كبارا صغارا أصحة مرضى ذكورا وإناثا وهذا إنما يكون بسبب عدله جل وعلا حيث أنه أعلم بما يصلح كل فرد من أفراد المجتمع فالذكور غير الإناث والكبار غير الصغار والأصحة غير المرضى ونحو ذلك مما نتحدث عنه اليوم وقد جاءت الآيات الكريمة مؤكدة عليه وجوب طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله وهذا بلا شك أنه إنما خلق الله جل وعلا الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع لعبوديته سبحانه وتعالى وللقيام بحقه من الطاعة وبذل كل ما أمر الله جل وعلا به في هذه الحياة الدنيا أن يكون العبد معبوبا لله جل معبودا لله مربوبا له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي فكل ما يحيا له الإنسان ويموت إنما هو ينبغي أن يكون بأمر الله جل وعلا ووفق شرعه ونهجه ووفق ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم وهذا طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هو من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهذا يقتضي تدبر الكتاب والسنة والعمل بمقتضاهما وعدم مخالفة ما جاء فيهما من الأوامر والنواهي قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم فيها وجوب طاعة من ولاهم الله جل وعلا الأمر والطاعة تكون لهم بالمعروف السمع والطاعة وعدم مخالفتهما بما فيه خير للبلاد أو العباد وطاعتهما من طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن لا نزع الأمر أهله فلا يجوز بذلك مخالفتهم ولا معصيتهم في المعروف ولا ينبغي الخروج عليهم ولا نزع يدا من الطاعة وقد فسر العلماء بالمقصود بأولي الأمر وأنهم الأمراء والعلماء قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وأولو الأمر صنفان الأمراء والعلماء وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس وقال الإمام بن القيم رحمه الله العلماء والأمراء ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله فإن العلماء ولاته حفظا وبيانا وذبا عنه وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه وقد وكلهم الله في ذلك فقال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين والأمراء ولاته قياما وعناية وجهادا وإلزاما للناس به وأخذهم على يد من خرج عنه فهذان الصنفان هم ولاة أمر الناس وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعية إذن ولاة الأمر هم الحكام والسلاطين ومن ولاهم الله جل وعلا أمور المسلمين فكانوا حكاما ملوكا أمراء سلاطين وكذلك يلحق بهم العلماء الناصحين الذين يبينون للناس ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيحفظون على الناس أمر دينهم فيبينون مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فيرفعون الإشكال وينفون الشبه التي قد تقع في نفو الناس فيما يتعلق بالدين والأمراء كذلك يسوسون الناس يسوسون الرعية بما يصلح لهم دنياهم ويقومون عليهم بأمرهم بالقيام بحقوق الدين وبما أوجب الله جل وعلا عليه ونحن ولله الحمد ننعم في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية بولاة أمر ولله الحمد من الأمراء والعلماء وولي الأمر في هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله فهو ولي أمر المسلمين وهو الحاكم لهذه البلاد فنحن نعتقد اعتقادا جازما بولاة أمرنا حفظهم الله جل وعلا من حكومة خادم الحرمين الشريفين ومن ولاهم ولاياتا صغرى بعد ذلك كأمراء المناطق والوزراء ونحو ذلك فكل من ولاه الحاكم الأعظم والولي الأعظم مصلحة من مصالح المسلمين فإنه يعتبر ولي أمر في هذه الجزئية يجب السمع والطاعة في ذلك وكذلك العلماء عندنا ولله الحمد هم من ولاة الأمر الذين يسيرون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك وجب السمع لهم والانطلاق في الديانة من فتاويهم وعدم مخالفتهم لأن في ذلك أقصد في المخالفة لولاة الأمر سواء كانوا من الأمراء أو العلماء يحدث من الشرور الشي الكثير كما سيأتي بيانه بعد قليل كذلك من الفوائد والأحكام المتعلقة بهاتين الآيتين وجوب رعاية الأنظمة التي تحقق مصلحة المسلمين إذا أمر بها الولاة ولم يرد في الكتاب والسنة نص في ذلك الناس في هذه الحياة الدنيا تتطور المجتمعات وتتغير الثقافات وتتغير الأنظمة ولذلك التقدم الهائل الذي شهده العالم من مئات السنين نجد أن في كل فترة يحتاج الناس إلى سن قوانين وتشريع أنظمة تصلح أمور الناس في دنياهم ولذلك إذا وجد أنظمة تحقق مصالح المسلمين لا تخالف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما تحقق المصلحة العامة للناس فوجب طاعة ولاة الأمر في ذلك مثل الأنظمة التي تشرع في أنظمة مثلا المرور في أنظمة التعليم في أنظمة الوظائف ونحو ذلك فإن في ذلك خير كبير ينعم به الجميع ويكون هذا النظام من مغتظى دين الله جل وعلا الذي أمر به ولاة الأمر بأن يسوسوا الناس بما يصلحوا دينهم ودنياهم فإذن إذا وجد أنظمة تحقق مصالح المسلمين فإنه يجب على المسلمين الالتزام بها وعدم مخالفة الأمر في ذلك لأن النظام إذا كان يحقق مصلحة ولم يخالف نصا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه عند ذلك تجب الطاعة ويجب السمع والطاعة فيها لما يحقق المصلحة العامة للمسلمين أن يرد أيضا من الفواد والأحكام في هاتين الآيتين أن رد ما اختلف فيه بين الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك من مقتضيات الإيمان وشرط لصحته لقوله جل وعلا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يعني إلى كتاب الله وسنة رسوله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فمن مقتضاية الإيمان الرجوع إلى الكتاب والسنة مطلقا لا سيما عند وجود الخلاف والتنازع فإن الناس يحتاجون إلى أمر فصل يفصل بينهم الخلاف ويزيل هذا الشقاق والاختلاف في وجهات النظر فلذلك كان الفيصل الذي ينبغي ويجب أن يقبله الجميع هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبيّنه العلماء الراسخون الصادقون الناصحون وأن هذا الرجوع ورد الخلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو من مقتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومن مقتضى الإيمان باليوم الآخر أيضا من الفوائد والإحكام التي جاءت في هاتين الآياتين الكريمتين أن الإسلام دين ودولة وعبادة وسياسة وقد تضمنت تشريعاته ما يكفل سعادة المجتمع في دينه ودنياه وينظم العلاقة بين الحاكم والمحكم الإسلام بشريعته شامل لكل مناحي الحياة فالإسلام ليس تصومع فقط في المسجد أو عبادة مجردة في صلاة أو صيام أو تلاوة للقرآن ونحو ذلك بل إن الإسلام جاء شاملا لكل ما يحتاجه المرء في دينه ودنياه في الدنيا وفي الآخرة راعى الإسلام هذه الجوانب ولذلك كان الشرع المطهر شريعة الإسلام ختم الله جل وعلا بي الشرائع وارتضاها للناس والله سبحانه وتعالى لا يرتضي هذا الدين إلا لأنه يصلح الناس ويصلح لهم كافة قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم كامل في تشريعاته وفي أخلاقه وفي أنظمته وفي غير ذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما كان الله ليرتضي أمرا لعباده إلا وفيه الخير كل الخير ولأن فيه الكمال كل الكمال إذن الإسلام دين شامل يشمل نواحي الدين وينشمل نواحي الدنيا وهذا خلاف لما يعتقده بعض من الناس إما أن يعتقد أن الإسلام دين متحجر على العبادات فقط ومن غلق عليها أو من يرى أن الإسلام فقط هو دين سياسة ولا يرفع رأسا لما أمره الله جل وعلا بالفرائض فهناك من الناس من يغل في جانب الدنيا وهناك من يغل في جانب الدين أما الإسلام فإنه كما قلنا إنما شمل الجميع شمل نواحي الدين وأمر بها وحافى وأمر بالمحافظة عليها وأمر كذلك بالمحافظة على الدنيا ورعاية المصالح والحفاظ على الحقوق وأمر سبحانه وتعالى حتى بأن العبد لا ينسى نصيبه من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك إذن من ينظر بأن الإسلام إنما هو فقط في المسجد أو يقتصر على التصرفات الشخصية فهذا والعياذ بالله قد قال في الإسلام ما ليس منه وقد افترى على الله جل وعلا كذبة الله سبحانه وتعالى لما أنزل الكتاب وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وشرع الشرائع شرعه جامعا لكل الأمور ولذلك نجد في التشريعات من تشريعات الله جل وعلا من الحدود وغيرها ما يكفل الحياة الدنيا والأمر بها كإقامة الحدود إقامة حدود السريقات إقامة حدود شرب المسكرات والخمور إقامة الحدود على أصحاب الفواحش ونحو ذلك الأمر بالبيع الأمر بالشراء النهي عن الربا ونحو ذلك كل ذلك ما يتعلق في شؤون الناس كذلك الإسلام دين سياسة فالإسلام أيضا رسخ في العلاقات ما بين المسلمين وما بين غيرهم من الكفار من المجاورين للبلدان الإسلامية فنجد فيها منظومة متكاملة للسياسة في الإسلام ولذلك يعرف أهل الاختصاص الأنظمة السياسية التي توجد في الإسلام كالمعاهدات والصلح والمواثيق وغير ذلك مما يتعلق في هذا الجانب إذن المقصود في ذلك أن الإسلام شمل جميع الجوانب فالإسلام شمل العبادات وشمل المعاملات وشمل الأخلاق وشمل السياسات التي تكون بين الدول وتضمن في تشريعاته كل ما يكفل سعادة المجتمع في دينه ودنياه كذلك نظم العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم فجعل للحاكم حقوقاً وعليه واجبات وجعل للمحكوم حقوقاً وعليه واجبات من الأنشطة التي وردت في الكتاب لما كان الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف لماذا لا نقول عند الاختلاف كل يأخذ برأيه وكل يعمل برأيه نقول هذا من الشقاق وهذا من الاختلاف المذموم والواجب على المسلمين إذا وجد اختلاف في أمر معين أن يلتزموا ما أمر الله جل وعلا بقوله فإن تنازعتم في شيف ردوه لله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر طيب لماذا نرجع إلى الكتاب والسنة لماذا نرجع إلى الكتاب والسنة عند وجود الاختلاف نقول إذا وجد اختلاف الناس يحتاجون إلى أمر يرجعون إليه يكون مرضياً عندهم ويتفقون عليه ويكون هو الفيصل ويكون هو اليقين في هذا الاختلاف إذن الناس عند وجود الاختلاف يحتاجون إلى أمر يرجعون إليه يتفقون عليه أنه هو اليقين كذلك يثقون بمصدره ويكون الرجوع إليه من مغتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالى إذن عند وجود اختلاف بين فئتين أو أكثر بين شخصين أو أخذر في مسألة معينة فإنهم يحتاجون إلى أمر فصل يفصل بينهم في هذا الأمر ولا يوجد فصل ككتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يحتاجون إلى أمر مرضي عندهم ولا يوجد أعظم من الرضا بشرع الله جل وعلا وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم يحتاجون إلى أمر يكون فيه اليقين في الحق ولا يوجد يقين في الحق كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذن الرجوع للكتاب والسنة عند الخلاف لأن القرآن والسنة فيهم الفصل وفيهم اليقين والكتاب والسنة هما المرضيان عند الاختلاف في بيان الحق النشاط الثاني في هاتين الآيتين في هذا الدرس قال الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه لله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ما علاقة هذه الآية مع الآية الخامسة والستين من السورة وهي قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ما العلاقة بين هذه الآية وهذه الآية هذه ذكرة الإيمان أن رد الأمر عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر وهنا جاء التأكيد في التحاكم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سجر بينهم إذن هنا عند وجود الشجار والخلاف فإنهم يحكمونك يا محمد والمقصود فيه أن يحكمونك بما جئت به من الكتاب والسنة وأن هذا هو من مقتضى الإيمان كما في هذه الآية أنه عند وجود الخلاف فإنه يرد الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك من مقتضى الإيمان أيضا في ختام هذه الحلقة في قوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعذكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن